اشتركوا في القناة في فيديو جديد ونعطل جديد لدينا مشكلة شحن في جهاز HP250 مشكلة الجهاز هي مشكلة شحن فناء توصيل الشحن والبطارية معا فان عملية الشحن تفصل بشكل تلقائي وعملية شحن البطارية جدا بطيئة وكل فترة زمنية تفصل عملية الشحن اي عندما نقوم بتوصيل البطارية مع الجهاز الجهاز يبتدأ بعملية الشحن لفترة زمنية معينة ثم تفصل عملية الشحن وهكذا يتم الموضوع بشكل مستمر نلاحظ هنا اثناء تجريب الجهاز نلاحظ هنا قمنا الآن بتجريب الجهاز الآن الجهاز يعمل ببطارية فقط سأحاول إضافة الشاحن ممكن أن نستخدم البور سبلاي مكان الشاحن نلاحظ هنا لاحظ فصلت عملية الشحن الجهاز يبتد بيء الشحن لعدد ثواني وتفصل عملية الشحن لاحظ زيرو فولت ابتدأت عملية الشحن مرة أخرى لاحظ بدأت عملية الشحن مرة أخرى فترة من الزمن وتفصل مرة أخرى لاحظ هنا السحب هذا السحب شحن فصلت عملية الشحن لاحظ توقفت عملية الشحن كما طلاع عادة عملية الشحن لالعمال عدد ثواني وتفصل وهكذا نلاحظ الآن قمنا بفك البطارية بطارية الجهاز وسأقوم برفع القياسات أخبرنا العميل أن البطارية تم استبدالها قام العميل بتجريب بطارية أخرى واستمر العطل بالضروري جدا أن يكون الحكم لديك بالنسبة لتتبع العطل هو ورشة العمل على طاولتك تقوم بحلل العطل ولا تلتزم كثيرا بكلام العميل في مثل هذه الحالة التي أمامنا أو في هذا الفيديو هو الفيديو بسيط جدا فكرة الفيديو بسيط ولكن نحن بصدد أن نوضح فكرة معينة كلام العميل مهم في أن يقودك في العطل لكن دائما دائما وابدا الفيصل في أي عطل هو رفعك للقياسات والتجريب في هذا العطل فرنا العميل أن المشكلة هي مشكلة شحن وقام باستبدال البطارية ولو لاحظتم هنا بالفيديو البطارية الجديدة ولكن هي أن تكون البطاريات ذات نوعيات رديئة ونوعيات سيئة ليست بطاريات أورجينال فبعض الأجهزة تسبب مشاكل في الشحن على سبيل المثال البطارية تشحن إلى حد معين وتقف عند حد معين مثلا 60% هذا العطل قد يكون من البطارية نفسها أولا وقد يكون مشكلة في دارة الشحن ولكن بنسبة 50% تكون من البطارية نفسها فهنا أخبرنا العميل أنه قام بتغيير البطارية واستمر العطل يجب أن لا تتقيد كثيرا بكلام العميل وأن تجرب بنفسك بطارية أخرى لاحظ هنا قمت بفصل البطارية وعادة توصيل البطارية مرة أخرى لاحظ يوجد لدينا سحب سحب شحن ولكن الجهاز لم يتعرف على البطارية لاحظ إشارة X على البطارية الجهاز لم يتعرف على البطارية عند توصيلها الآن قمت بفك البطارية وسأقيس قيمة الفيز بدون توصيل البطارية لاحظ قيمة الفيز ثلاثة وثلاثة فولت قيمة ثلاثة وثلاثة فولت في حالة غياب البطارية قيمة صحيحة وطبيعية تقودك إلى نسبة ستين إلى سبعين بالمئة الندات الشحن سليمة قبل أن تفك الجهاز لاحظ أنا أقيس قبل تفك الجهاز الآن قمت بفك الجهاز لأرى حالة البورد لاحظ الآن أنا أقوم بتوصيل البطارية وسأقيس قيمة البنء الموجبة هل يوجد قيمة شحن أم لا لاحظ قيمة 16.6 ونص فولت هذه قيمة شحن فأن تكون لديك هنا قيمة 16.6 فولت والبطارية حوالي 15 فولت فإذن هي 14 فولت 14 و7 إذن هذه قيمة شحن طبيعية مليون في المئة لاحظ 16 ونص على ملف الشحن إذن هنا ستأخذ بها حكم قطعي الدلالة أن كل المتطلبات دارة الشحن السليمة والمشكلة في البطارية قمت باستبدال البطارية ونحل العطل معنا لأننا أخذنا حكم قطعي الدلالة أن دارة الشحن سليمة ومتطلبات دارة الشحن سليمة في هذا الفيديو قمت بعمل هذا الفيديو مع أن هذا الفيديو بسيط حتى تتعلمون كيف تقومون بتتبع الأعطال كيف تقوم باستنتاج المتطلبات من العميل كيف تتصرف كيف تبتدأ بحل العطل كيف تفكر بالعطل هنا هذا العطل بالنسبة لي كان هذا العطل غريب بعض الشيء لأن العميل أخبرني أنه قام باستبدال البطارية لكن مع ذلك لا بد أن تقوم بتجربة البطارية أخرى لا بد أن تقوم برفع القياسات دائما يجب أن يكون الحكم وأنفسها لديك هو قياساته وتتبعك لأعطل بطريقة علمية وأكاديمية وطريقة مرتبة ألتقي معكم بعطل آخر إن شاء الله تعالى دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته